تقريبا دخلنا في الإصلاح هلين أعرف الناس معنى الإصلاح لهيكالي الإصلاح النقدي بداية هو ما يقوم به البنك المركزي في إطار سعر الصال في سعر الفايدة وميلا ذلك الإصلاح المالي هو ما يتقوم به الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص فيما يتعلق به السياسات العامة المالية العامة وما إلا ذلك الإصلاح الهيكالي أو الإصلاح الإقصادي هو اللي بنتكلم بها على بنية الإقصاد بنتكلم على القطاعات الإنتاجية الأساسية بنتكلم على قدة وكافية الاقتصاد في إطار التنافسية فده التحدي الأصحب وده اللي احنا دخلنا فيه منذ عام لكن هي الظروف الحقيقة هذا الموضوع الحقيقة بتأتي غير مواتية على الإطلاق إن احنا دخلنا الإصلاح هيكالي كان أجيدي الأصحاب السلبية أو التعديات السلبية الجائحة الكردونة المستمدة معنا ثم قاتت الأزمة الاقتصادية العالمية بأكد أنها أزمة اقتصادية حقيقية مش مجادة أزمة داخل أخران احنا بنتكلم على أزمة اقتصادية عالمية كان فيها ركود وأزمة اقتصادية ربما عايزة أشير للكلمة الهامة للغاية اللي أشعر ليها دكتور محمد دالليان احنا ده قريبا كل سبعة عوام بنمر منذ الكساد العظيم 1929 بنمر تقريبا منذ عام 87 تقريبا كل عشر سنين بنمر بأزمة يعني 87 كان عندنا الأزمة اللي حدثت فيه اللاتين أمريكا 97 كان عندنا الأزمة اللي حدثت فيه الفاريست 2007-2008 كان عندنا الأزمة اللي حصلت فيه الولايات المدارة أمريكية الأمر المداري مختلف ليه لأنه احنا 87 كان ملك السيقة للأزمة أمريكا اللاتينية 97 كان لاتين أمريكا 2007 كان أمريكا نفتها اليوم ما أشعر ليه الدكتور محمد دالليان احنا بنتكلم على أزمة اللاعبين الأساسين على مستوى الأقصاد العالمي كلهم بيعجوا أزمة اللي كان على الصين عندها مشكلة اللي تحرق أوروبي عنده مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية عندها مشكلة وباقي دول العالم بيتعصل بالسلم وبالتالي احنا بنتحدث عن أزمة مركبة قاتت على تعداد السلبية الجائحة كوروناستمرت أكثر من عامين فبنتحدث عن أزمة أقصادية مركبة والحياء المشكلة أنه هذه الأزمة هذه المنظمة هي مؤثرة على الأسواق على مستوى العالم بنتكلم على أسواق الطاقة البتول والغاز فيه تشنجات مش هقول تخلقات بنتكلم على الأسواق المالية فيها التشنجات بنتكلم على أسواق الصادف فيها اهتزازات عنيفة للغاية بنتكلم على أسواق المعادن والدها فيه اهتزازات عريفة ده معناه إيه؟ معناه أنه ببساطة شديدة مكتمع العمال مستثمرين ما يعرفوش يشتغل كده ما فيش قطاع سلم من الأزمة مش بس كده الأمر دي الخطر أنه المستثمر عادة ما بيعرفش يشتغل في بيئة مضطربة وبالتالي لما بيبقى فيه اضطرابات في الأسواق فالمستثمر عادة بيعمل الداونسايزنج بيخفض استثماراته وبينتظر لحد لما بيبقى فيه أي هدوء فإلا قانسي الفرص دول بيستهوا هذه الأوقات ده فكرة الهوت مانيا دكتور صحيح لكن باقي المستثمرين عادة بيعجموا عن الانستثمارات في هذه الظروف الصعبة وبالتالي نتحدث عن أزمة مركبة بتقصى على المجتمع الدولي وبالتالي المخرج الأساسي اللي بتمنى من المؤتمد إزاي نستقرق ما يحدث على المستوى الدولي لأنه بالتأكيد حدث جلل وكبير نقطة البداية إذا لم أستقرق ما يحدث على المستوى الدولي أخذن في الاعتبار أنه الاقتصاد الإعلامي بيتغير شكل المجتمع الدولي بيتغير بيتغير كيف في مصلحة من شكل الاقتصاد هيبعمل إزاي محدش يقدر يجزم بده دلوقتي لكن الكل متفق لأنه فيه تغييد قاتي وهي تهيز التغييد هيكون أشبه بالعاصفة نعم